السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها سيدات والسادة المشاهدين الكرام على قناة الحقائق بالوثائق نازم نستعرض معكم ملف اغتيال الشيخ طالب علي السهيل شيخ بني تميم في العراق الذي استهدف من قبل المخاورات العراقية للنظام السابق في ناعش أربعة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين الملف كما أسلفت في حلقات سابقة يتعلق بمتهمين هم كل من الفريق الركن الصابر عبد العزيز الدوري و سبعاء إبراهيم الحسن وعبد حسن المجيد وفاروق حجازي وطارق عزيز وعبد حميد محمود خطاب الناصري عبد حمود سكرتيرا الجمهورية و هادي نجم حسون الركابي ومحمد خضير صباح الياس الحلبوسي الملف تضمن وثائق مختلفة صادرة عن جهاز المخابرات وهناك ملف التحقيق اللبناني وقرار الإحالة وقرار الحكم إضافة إلى إفادات المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود استعرضنا شهادة الشاهدة مونيرا مونيربا بدر الدين السهيل زوجة طالب السهيل كما استعرضنا إفادة صفية طالب السهيل وعربنا أو جئنا على ذكر عدد من الوثائق المربوطة في ملف القضية ثم تناولنا إفادة المتهم صابر عبدالعزيز الدوري مدير جهاز المخابرات الأسبق الذي كان آنذاك أسماق تيال طالب السهيل مديرا للجهاز نأتي الآن على إفادة نتناول إفادة المتهم عبد حسن المجيد حجي عبد حسن المجيد طبعا هذا الرجل ابن عمر رئيس صدام حسين من آل عبدالغفور وأخه علي حسن المجيد وخاشم حسن المجيد جاسم حسن المجيد الرجل من مواليد تسعة واربعين حقيقة كان يتمتع بسمعة طيبة جدا وأحترام لدى الكثير من العراقيين وعمل في مناصب مختلفة طبعا أقارب الرئيس وأبناء عموته ما خرجين كليات عسكرية لكن الرئيس كان يمنحهم ورتب أو كان قسم من المفوضين ودورة ضباط عالية إذا كانوا على سلك الشرطة أو نائب ضابط ودورة كل عسكرية ويأخذ رتبة أو الرئيس نفسه بدون أي شيء أنت الرتبة وأعطى الكثير من الرتب حتى رتب وقتية إذا كان عجل الدوري أو علي حسن المجيد منح رتب وقتية لمناسبات الحكم ووجودهم في أماكن مختلفة في إدارة الدولة ومؤسساتها فمنح رتبة ملازم الثاني عام ستة وسبعين و كان مسؤول حراسات بناية القيادة القطرية بالبداية استمر في الخدمة لغاية عام خمسة واثمانين شهر الخامس عام خمسة واثمانين نقل إلى أمن مدينة الثورة مدير أمن مدينة الثورة وكان هو برتبة نقيب استمر بالعمل في أمن مدينة الثورة مديرية أمن حتى الشهر الخامس من عام واحد سعين طبعا حشالي الرجل هو راح بدار حقه وقال أنا يعني كنت كلش جيد ويا أهل مدينة الثورة وكانوا يحبوني ويقدروني ويحترموني يعني أنا أؤكد الحضاراتكم هذا الرجل كان كلش نسان محترم وطيب ويعفع الخير لكن أقحم بهذه القضية وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم الإعدام به فبالواحد وتسعين بعد ما طلع سبعاء إبراهيم الحسن مدير الجهاز اجي بمكانه الفريق الركن صابر عبيل عزولي اجي هو نائب مدير الجهاز معاهم مدير جهاز تم تعينه بهذا المكان بحزيران واحد تسعين استمر بعمله بجهاز المخابرات حتى نيسان أربعة وتسعين قلنا بأطنعش نيسان أربعة وتسعين تم اختيال طالب السيال لهذا التاريخ تم إبعادهم وإقالتهم هو الفريق صابر الدوري بثلاثين أربعة بالضبط تم إحالته على التقاعد هو صابر الدوري هذا أكبر منصب هو يشتغل بمعاون مدير جهاز المخابرات كيف كان يتم متابعة المعارضين للسلطة هنا أسئلة كثيرة وجهت له من قبل قاضي التحقيق وأعود وأكد أن أغلب المسؤولين العراقيين ما كانوا يعتقدون بأن هناك وثائق سوف حصلوا عليها المحكمة حصلت عليها لإدعاء العام قضاء التحقيق موجودة أمامهم وراح يواجههم بها يصورون أن هذا الأعمال كلها كانت بمنأة عن هذا النظام الجديد وهذه المحكمة اللي شكلوها الأمريكان بالقانون رقم واحد من خلال الحاكم المدني لإحتلال بغلل أمريمار من واجهوهم بالوثائق يعني الأمور اختلفت فالإنكار في البداية يعني يشكل عامل جانب سلبي على المتهم يعني الشفافية والوضوح عندما قال التحقيق يسأل المتهم يجاوب كما هو الحال إذا ما جاوب راح يرز الوثائق فاللي حصل هنا نشوف مع عبد حسن المجيد تسع وتسعين بالمئة إنكار للإجابة على أسئلة القاضي التحقيق راح أستعرض لكم شون الأسئلة اللي وجهت له وشون الإجابة يعني سألوا متى انتميت لا حزب البعث قال ما أتذكر بالضبط متى دخلت إلى المخابرات ومتى خرجت منها قال لم أشغل سوى صفت معاه ومدير جهاز المخابرات يعني هو تاريخ ماذا يقل لك أنك أنت وين اشتغلت متى كيف كانت تم متابعة المعالمين للسلطة أجاب بأنه ينكر ما مثبت بالتحقيق وجنايات بيروت أنكر هذا الشيء ولا أعرف عن الأسماء كلهم من محمد فارس كامل وهادي نجم حسون وعلي سلطان درويشك وخالد علوان كل شيء ما أعرف عنهم هؤلاء الذين قاموا باغتيال المجنع عليه طالب علي سيهل بيروت بتاريخ 12-4-94 وقال له للقاضي يعني عرفت بالحادث من خلال مدير جهاز المخابرات صابر الدوري بعد أبلغني بموضوع الاغتيال فاتفاجأت بالموضوع الاغتيال شوفوا المشكلة يا أخوان راح تشوفون هنا دور قاضي التحقيق واللي المدة على العام قاعد معاه متلاعب بمشاعر وأعصاب المتهم يعني عملية صعبة جدا جدا صعبة سألوا القاضي كيف تم إصدار الأمر في جهاز المخابرات أيضا امتنع عن الإجابة عن السؤال سألوا سؤال آخر ما هي أسباب حالتك على التقاعد من جهاز المخابرات ذكر قال بنهاية الشهر الرابع عبلغني مدير جهاز صابر الدوري أن سكرتير رئيس الجمهورية السابق عبد حمود طلب منه الحضور بناء على آمر من الرئيس لمقابلة الرئيس وعنده حضوره بالمجلس صابر الدوري قابل الرئيس ودخل عليه يعني واتحاشه وقال له شلون هذه الشغلة صارت واغتيال فقال له ما أعرف كل شي عنا قال له تروح زين تغاعد تم تدوين ملحق لأقوال عبد حسين مجيني قل له قل له عن تدوين أقوالك بثنين وعشرين اثنين قلت الفين وسبعة استفسروا منك عن المساهمين في قتل المجنع عليه طالب السهل عجبت بي أنك لا تعلم شوف هنا المشكلة أخوان لاحظوا قل له نحن سألناك سأل قاضي التحقيق هذا غير قاضي آخر وانت جوابت قلت ما أعلم وقلت بأن صدام حسين استدعاك أنت ورئيس الجهاز صابر الدوري وما قال الرجال ما نثبتين ما يسأل عالله وسأل عن موضوع حالس اغتيال طالب السهل فأنت أجابت يعني أجاب المتهم صابر الدوري بأنه لا علاقة لجهاز المخابرات بحالة الاغتيال عندها أمر صدام حسين إحالتكم على التقاعد قال له لهذا اللي أنت اتحدثت به وهناك وثيقة مؤرخة بـ 29 9 9 9 هنا الطامة الكبرى خلي نشوف هالي الوثيق ايش الضمنت اللي تنفي ما نفع عبد حسن المجيد قال يعني كل شي معرف ما عندي أي خلي نشوف المذكرة هذه شي الضمنت ابتسع 29 9 9 استطلاع عن تحركات المجنى عليه طالب السهل وأنه موجود في بيروت على اساس نبذون به لكن كان عنده مراسم العزاء لوفاة والد زوجته زوجته منيرفا أبوها توفى فلهذه الظروف ما تم التنفيذ كانوا مخططين لكنه للتنفيذ أرجعوا بسبب أن الناس قد توافلت عليه وأن المراقبة من محطة بيروت مستمرة على داره يعني المخابرات العراقية بيروت تتراقب بيته وأن المحطة يعني تريفت بخطة التنفيذ بعد إلى حين انتهاء مراسيم العزاء وأنت عبد حسن المجيد طلبت من مدير المخابرات الفريق الركم صابر الدوري الأطلاع والأمر أجابك بها مش المؤرخ بـ تاتين تسعة تاتة وتسعين تقديم مطالع على شكرتير رئيس الجمهورية للموافقة على استدافة في بيروت لدوره المعروف ما هو تعليقك على ذلك زيان هنا إيش راح يقول له هاي وثيقة أجاب أن التوقيع في نهاية الصبحة تحت عبارة معاون مدير جهاز المخابرات لم يكن توقيعه أنكر التوقيع المشكلة هنا يكون مضاها استكتاب هاي المشكلة هنا هذا الملحق بـ 2022 2008 قال لم يسبق لي أن قلت أني قابلت الرئيس صدام عشين وأنه تم تبليغي من قبل الفريق صابر بنقل خرج ما مهم هذا إذا الرئيس بلغه وحضر أو ما حضر أكون أمور أخرى مهمة أكون مطالعات وفاق بها مطالعات توقيعك بها وهامشك بها هذه المشكلة سألوا قاضي التحقيق قالوا عشرة عشرة تاتة وتسعين رفع لك ضياء أحمد صالح مذكرة حول متابعة طالب السيل ومعلومات عن تحركاته اقترح بالمذكرة إشعار محطة عمان لحفظ الموضوع بهدف حصر المتابعة بمحطة بيروت وقد رفعت المذكرة من قبلك إلى المدعو يوسف أنت يا حج عبد حسن المجيد حتى تتابع هذا الموضوع بأمية عالية وبشكل مستمر وإعلامك المستجدات أول بأول ما هو تعليق على ذلك أيضا قال ما أعرف أي شي عن هذه الوثيقة جابوا وثيقة أخرى خمسطاعش عشرة ثلاثة وتسعين قدموا له مذكرة من قدمت من قبل مدير عام الخدمة السرية فارق حجازي منه فارق حجازي قل لم فارق منه مدير عام الخدمة السرية ميم أربعة قل لم ميم عام أربعة هو مدير عام الخدمة السرية اللي هو فارق حجازي زين ويتعلق مغادرة طالب السهل لبيروت متوجها إلى عمان على أمل عودة إليها ثانية نهاية تشترين الأول ثلاثة سعين زين قل له الاخترح عليك كاتب المذكرة الإشعار إلى محطة بيروت للشروع بتنفيذ عملية الأخيال رفعت المذكرة إلى مدير الجهاز فأجاب عليها بكلمة نعم ما هو تعليقك على ذلك قال لا أتذكر هذه المذكرة طيب الإنكار ما يفيد يجب مناقشة الوثائق وثائق دامغة و أحد الأخوان علق لي واني يعني شراعة نشر هذه الحلقات يقول أنت دافع عن المتهمين لأنه كنات سلم على الوثائق نعم أنا ما مضوع عن محام طبعا دافع عن متهم متهم بري حتى تثبيت ناتو أنا داء دين الموظف المؤتمن على وثائق وراح سلم للمحتلين وعوانهم هذا ميجو زي خيانة أمانة أنت مؤتمن على وثائق وقوانين قانون حفظ الوثائق والموظف بالدولة اشتلون يحافظ على الوثيقة وممنوع يطلع خارج دائرته كتاب أو وثيقة فهذا راح سلم وابابير وثائق ومجلدات طبعا ينتقد ويكشف ويفضح ولا الله يرضى عنه ولا الشعب يرضى عنه عرض وثيقة أخرى باثنين عشرة سازة وتسعين تحرير كتاب بناء طلب من جهاز المخابرات دخل نشوف أشنو هذا يقول إلى سكرتير رئيس الجمهورية تطلبوا فيه موافقته على استهداف المجنع عليه طالب السيد شنو على استهداف يعني اصطلاحا معنا الله اللغة والاستلاحي يختلف عن مفهوم المخابرات يعني صابر الدوري قال بأنه موضوع استهداف يعني متابعة يعني أي واحد يقول استهدف فلان يعني الاستهداف قد يكون باغتياله أو قد يكون فعلا بمتابعته طبعا هذا الكتاب تب طبعه وأنت رفعته إلى مدير الجهاز يا عبد حسن المجيد هذا وما واجهه به قاضي التحقيق رجع جاوب يقولها جاوبه معلقا عليه بتاريخ 13-93 منه اللي هو سكرتير رئيس جمهورية عبد حمود يقول أبلغنا السيد المعاون معاونه عبد حسن المجيد بأن الموضوع عجريا لازم بصدده هاتفيا فلا داعي لترويج الكتاب شنو هذا الموضوع اللي تم إجراء اللازم بصدده هاتفيا وماذا علي ترويج كتاب يؤكد على محطة بيروت بأن لا يشترك أي منتسب من المحطة بالعملية أي من منتسبي المحطة ما يشتركون بالعملية وأن تتم عن طريق مصادر المحطة الموكلاء الناس اللي يعملون مع المخاورات في لبنان مع من قمت بالاتصال الهاتف واستحصلت على موافقته في تنفيذ العملية في بيروت إنما ورد بالوثيقة التي طلعت عليها غير صحيح وأفاد تتم للإجابة أنه في بداية التحقيق كان الهدف أو أنه تم عرض وثائق علي بتاريخ لا تذكره يعني رجع وقع بالفخ واعترف ب صحة الوثائق إذن من يعترف بالوثائق موضوع واحدة من الوثائق يتعلق بالطالب السيل فبقيت الوثائق راح تربط عردت عليها وثائق مؤرخة بالشهر التاسع تتضمن على أساس التنفيذ وإني نفيت ذلك فكيف نحصل على موافقة في الشهر العاشر زين هذه هي إفاتي خلي شوف فاروق حجازي إضافة إلى هذه الشهادة طلب السيد المدعي العام توجيه السؤال آتي قل له الفاروق حجازي هاي باربع وعشرين يدعش الفين وثمانية كنت مدير الخدمة السرية من سنة تسعين ولغاية سبعة وتسعين ما هي المهام هذه المديرية هذا ما سأتناوله في حلقة أخرى قادمة إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام